من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله هكذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام طلحة بن عبيد الله مبينا مكانته في الإسلام وفضله فمن هو طلحة بن عبيد الله؟ هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام طلحة ممن قضى نحبه وأمه هي الصعبة بن عبد الله الحضرمي من أهل اليمن وهي أخت العلاء بن الحضرمي أسلمت ولها صحبة وظفرت بشرف الهجرة وطلحة بن عبيد الله هو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكرنا الصديق رضي الله عنه وهو أحد الستة أهل الشورى الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي وهو أحد الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على الجبل حين تحرك بهم نشأته وإسلامه ولد طلحة في مكة قبل البعثة بخمسة عشر عاما في بيئة قرشية وعمل كمعظم أهل قريش بالتجارة حيث كان يذهب إلى الشام لشراء البضائع من هناك ليتاجر فيها عند عودته لمكة التي تعتبر مقصدا للعرب قبل الإسلام لوجود الكعبة فيها وفي إحدى أسفاره إلى الشام حصلت له قصة الراهب الذي أخبره عن ظهور النبي في هذه الفترة وأوصاه بأن لا يسبقه على اتباعه أحد لذلك عندما عاد إلى مكة سأل أقرب واحد إليه وهو الصديق أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه الصديق إلى الإسلام فلم يتردد وصدع بكلمة الحق وأسلم في وقته هذا مناقب طلحة بن عبيد الله هاجر طلحة إلى المدينة حين أمر المسلمون بالهجرة ثم شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام عدا غزوة بدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجهه هو وسعيد بن زيد يتجسسان خبر العير قبل خروجه عليه الصلاة والسلام إلى بدر فلم يرجع إلا وقد فرغ من موقعة بدر وضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام بسهمهما وأجرهما ولما كان يوم غزوة أحد أبلى فيه طلحة بن عبيد الله بلاء حسن وبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الموت وحماه من الكفار واتقى عنه النبل بيده حتى أصيبت قال ابن أبي خالد عن قيس رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد مشلولة استجهاد طلحة عاش طلحة إلى زمن خلافة علي بن أبي طالب ولما حدث الخلاف بين الصحابة حول أيهما أولى استقرار الأمور وبيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أم القصاص لعثمان كان طلحة بن عبيد الله مع الرأي الثاني الذي كان يميل إلى تقديم القصاص ولكن ورغم ذلك جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وناشد طلحة أن يرجع عن قتاله وأن لا يؤذيه بذلك فرجع طلحة وقرر أن ينسحب عن المعركة فلحقه سهم غادر ممن يريدون إشعال الفتن ويضرهم أن يتحد الصحابة فكان استشهاده يوم موقعة الجمل سنة ست وثلاثين هجرية ليلحق بالحبيب المصطفى وأصحابه الأبرار وحين كان علي بن أبي طالب يستعرض شهداء المعركة راح يصلي عليهم جميع الذين كانوا معه والذين كانوا ضده ولما فرغ من دفن طلحة والزبير وقف يودعهما بكلمات جليلة اختتمها قائلا إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ثم ضم قبريهما بنظراته الحانية الصافية وقال سمعت أذناي هاتان النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة فرضي الله عنهم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته